إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِن له فلا مضِلَّ له ومن يضلِل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على محجَّةٍ بيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فطيِّبوا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم عليه صلاةً وسلامًا دائمين يا رب العالمين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أمر الله بالتقوى في آياتٍ كثيرةٍ في كتابه العزيز فقال عزَّ من قائل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال جل في علاه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أسأل الله سبحانه وتعالى في أول هذه الخطبة أن يسِّر أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا أسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفره ولا همًّا إلا فرَّجه ولا دينا إلا قضاه ولا عسيرًا إلا يسَّره ولا مُتَّلًا إلا عافاه ولا ميِّتًا إلا رحمه إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الفضلاء عنواني لخطوة اليوم قد يخرج عن المألوف قليلا أحيانًا في بعض المواقف وفي بعض المعاني نحتاج إلى تأمُّلها فقط نحتاج إلى من يأخذ بنظرتنا إليها لمن يُشير إليها لمن يُحرِّك أذهاننا إليها لنسمو ونفهم ونعلو فنحن أمة فهم وقراءة أول ما نزل في الوحي حديثي ليس عن القراءة حديثي اليوم عن لغة القرآن عن اللغة العربية وربما لا يطرأ هذا المعنى في أذهان الكثير وما الفائد أن نتحدث عن اللغة العربية في عصر الازدهار والتقدم في لغاتٍ أخرى وهل نحن اليوم بحاجة أن نتكلم عن لغتنا الأم أم أن التعلم هذه اللغة هو ضربٌ من الاستحباب والنقاط التي ربما يحتاج بعض الأمة المتخصصون في أن يفهموها هل أبناءنا اليوم وأبناء الجيل يعون معنى اللغة ومعنى أن اللغة العربية هي لغة القرآن دعوني أتحدث معكم قليلاً في هذا الجانب الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن لغة القرآن تكلم عنها بوضوح بأنها عربية إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تاقلون كتابٌ فُصِّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون الآيات واضحة جلية في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قد لتكون من المنذرين بلسانٍ عربيٍ مبين كم نفهم في اللغة كم من الآيات تمر علينا في القرآن ونحن أهل لغة ونتحدث العربية ثم لا نفقه المراد منها ولا معناها ومع أن جل القرآن يُفهم لمن يفهم أبجديات اللغة العربية جل القرآن يكاد يتجاوز الثلثين من القرآن إذا قرأه الإنسان بوعيٍ بسيطٍ في اللغة فهم ذلك لا أريد اليوم أن أقلب هذه الخطبة إلى تنظيرٍ لأتكلم عن خصائص اللغة وإعجازها وقد ألفوا المؤلفون وكتب الكتاب وقرأوا في المعاهد والبحوث والمجلات التي اهتمت باللغة وقواميسها ماذا كتبت عن تميُّز هذه اللغة والإعجاز فيها وقد أُلف في ذلك الكثير لا أريد اليوم أن أتكلم عن هذه اللغة وتاريخها وأنها لغةٌ انتدَّت لقرونٍ في حينٍ قد اندثرت لغات وماتت مع أصحابها وضعفت وكانت في وقتها لغاتٌ قوية لن أتكلم عن هذه اللغة عندما كانت لغة العلم في عهد تلك العصور المظلمة في وسط أوروبا لما عاشت قروناً عدة في وسط الظلام ظلام الجهل وكانت اللغة هي لغة النور والعلم إشكاليتنا اليوم مع هذه اللغة أننا ابتعدنا عنها بشكلٍ كبير بل افتخرنا بأننا وتفاخرنا بأننا نجيد غير اللغة العربية نتمتع بقوةٍ في الفصاحة والبيان لكن بغير العربية لا يُفهم من كلامه ويقول قائل اليوم أنا ضد أن يتعلم الإنسان اللغات بل أنا مع كل اللغات مع لغة العلم فليطور الإنسان نفسه وليقرأ وليهتم في كل لغةٍ فالأمة تحتاج اليوم للتواصل مع الأمم الأخرى لكن حديث اليوم أن نبعد هذه اللغة عن اهتماماتنا وتعليم أبنائنا ونتفاخر بذلك ثم نقرأ القرآن الكريم ونحن لا نعي أبسط مفرداته ومعاني الجيل الناشئ اليوم يحتاج إلى عودة إلى اهتمام لإدراك هذه اللغة يكفينا أن نفهم أننا لا نستطيع أن نعي العمق في فهم القرآن إلا إذا فهمنا هذه اللغة لغة ديننا هي اللغة العربية إذن ليس نوعاً من الاستحباب ولا الكماليات أن نتعلم كيف نفهم القرآن بل هو واجب على كل مسلم قادر أن يتعلم هذه اللغة يتفاخر الناس بلغاتهم ويعتزون بها فهي أداة للتواصل وطريقة للتفكير لكن في أمة الإسلام هي لغة الدين لغة الوحي كلام رب العزة والجلال لذلك لا نستغرب عندما نقرأ في قصة الفاروق مثلاً عندما كان قبل إسلامه فقال لعلي أسمع ماذا يقول محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال فذهبت إليه في ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في الكعبة يقرأ مرتلاً لآيات الوحي بكلام رب العزة والجلال انظر إلى الفهم عندما يفهم الإنسان يتأثر يتفاعل والفاروق ابن اللغة العربية عاش في رحابها وفهم أشعار العرب وهو من أهل الفصاحة والبلاغة والبيان فاستمع وإذا به يطرب لما يسمع فقال في نفسه والله إنه لشاعر الكلام ذا الذي يقرأه كلام عميق ومحبوك ومتين والله إنه لشاعر فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون فقال إذا كاهن إذا لم يكن شاعر فالذي يستطيع أن يكتب أو يقول مثل هذا الكلام لا بد أنه كاهن متصل بالعالم الآخر فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين هذه أول شعاعة كانت في إسلام فاروق رضي الله عنه وأرضاه فهمه للقرآن قاده للإسلام اليوم نحن نعاني من كثير من المشكلات في حياتنا والقرآن دستور حياء منهج حياء فيه من الحكم ومن المبادئ والقيم والحلول للمشكلات موجود فيه لكن من يعي من يفهم خذ أي لفظة في القرآن وتأملها اقرأ معانيها عش في رحابها اليوم خرج الناس ولا أقول الكل يخرج البعض مع اللفظ تنغيماً وترتيلاً بدون فقه لمعنى كيف يطبق الإنسان ما لا يفهمه وهناك فهم مجرد بعيد عن الارتباطات وهناك من الفهم ما هو أعمق يا سادة القرآن كلام الله كلام الله هل استحبرنا هذا المعنى عندما يكون هناك لفظ في القرآن وفيه دلالة وفيه إشارة لابد أن نستقصي كل علومنا وأفهامنا وقدرتنا اللغوية لنفهم ما أراده الله سبحانه وتعالى ليس فهماً مجرد ما يقع في ذهن الإنسان والعجيب أن هناك أناس يستشهدون في حواراتهم ومقولاتهم وهم لا يفهمون في اللغة من علوم الآلة التي لا يصبح المجتهد في الدين مجتهداً حتى يتقنها هو علم اللغة العربية علم اللغة ليس نوعاً أقول من الترف الفكري أو الثقافي حتى نعي القرآن ونفهمه هذا الفاروق نموذج بل حتى من غير المسلمين الوليد بن المغيرة لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستمع فاستمع جاءه أبا جهل أو أبو جهل فقال له يا عم إنك ذهبت إلى محمد عليه الصلاة والسلام فإن قومك ينتظرون منك أن تقول فيه قولاً وإنهم سيعطوك عليه مالاً ادفع مقابل الاتهام النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف ما جاء به بأنه ضعيف فقال الوليد المغيرة ماذا أقول ماذا أقول والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه مثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطب ما تحته انظر إلى كل جملة يقولها هذا المشرك يقولها وهناه يفهم ويعي المراد من القرآن رسالة اليوم لكي نبحث في اللغة حتى نفهم كتاب ربنا لنعود إلى هذه اللغة الأم لغة العرب التي فيها أو بها لغة ديننا الحنيف لنفهم مراد الله من آياته ومن أحكامه لنعود لنعلم النشأ أن اللغة لغة خالدة لأن خلودها بخلود القرآن وقد تكفل الله بحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا اللغة كما أراد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفري فاستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله حق حمده ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى وأصلي وأسلم على الهاد البشير والسراج المنير الذي بعث في هذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى فصلوات الله وسلامه عليه وبعد من أرباب اللغة والبيان والفصاحة وهذا معين للنش كان الشيخ على التنطاوي رحمة الله عليه ولا أزعم أنني اليوم أقول أنه الأول لكن لعل لغته قريبة من الجيل فهو سلس العبارة عميق الفكرة جميل الأسلوب ومن الأدوات التي تحبب الإنسان في اللغة أن يقرأ في اللغة وأن يكون جزءاً من اهتماماته هذا القراءة في اللغة العربية وليس في عمقها وفلسفتها ومعانيها بقدر ما أريد أن يقرأ الإنسان في من كتب وجمّل بأسلوبه هذه اللغة وأظهر أجمل ما فيها فالقراءة في الكتب والسماع للمتحدثين باللغة والاهتمام بالأدب الإسلامي والأدب العربي عموماً هو مفتاح لفهم اللغة وحبها وأنا أعتقد أننا اللحظة التي نحشق فيها هذه اللغة ندرك كثيراً من جمالياتها المفقودة التي ربما تغاضى عنها أو تناساها الكثير هذه رسالة رسالة بعنوان اقرأ القراءة هي مفتاح للعقول والقراءة في اللغة فيها جمالان جمال المعرفة وجمال البيان والفصاحة أسأل الله أن يجمّلنا جميعاً وأن يوفقنا لحسن العمل صلوا على الحبيب فقد أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صلِّ وسلم وزد وبارِك وأنعم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاةً وسلاماً دائمين يا رب العالمين اللهم ارضى عن خلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنّا معهم بمنّك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا ديناً إلا قضيته ولا عسيراً إلا يسرته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن معهم في أرض فلسطين وبورما وفي أرض الشام اللهم كن معهم في إفريقيا وبورما اللهم كن معهم في أرض العراق واليمن وفي كل مكان يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح من أحوالهم اللهم ردّهم إليك ردًا جميلًا اللهم أجمع كلمتهم على الحق والدين اللهم أيدهم بتأيدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلاً غير آجل اللهم فرج عنهم اللهم عنهم ولا تعين عليهم اللهم انصرهم نصراً مؤزراً عاجلاً غير آجل اللهم كن معهم برحمتك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا تأمورنا وأيد بالحق إمامنا وأصلح له البطانة التي تعينه على الحق وتؤيده عليه اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة تسوي عليه بعزتك يا قوي يا جبار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون